وحنا بنتكلم عن حب الناس ليه وعن قد ايه الناس كانت مصدقاء قوي وحسة بيه قوي ومتعاطفين معاه قوي مش هننسى مشهد جنازته مشهد جنازة احمد زاكي دي مشهد يعني اللامولانية تقرر برضو تقيق لي كلمني شوية عن وفاته المشاكل اللي قابلها في اخر ايامه طبعا 27 مارس هي ذكرى وفاته رحمه الله وخلينا نتكلم شوية عن المشهد ده ومشهد جنازة احمد زاكي مشهد في بالنا كلنا عمرنا ما هننسى هو سبحان الله زي ما يكون عاش المشهد هو عايش الأول لانه الفيلم الاخير اللي هو فيلم حليم التشابه الكبير اللي بينه بين عبد حليم حافظ بالمناسبة عبد حليم حافظ من الناس اللي ساعدت احمد زاكي في بدايته عشان كده احمد زاكي كان مصر يعمل قصة حياته لحد ما توفى وكان بيعملها في اخر ايامه كان مريض وكانت عمل جدا طبعا لكن فكرة اصراره على انه يكمل عمل احمد زاكي المشاهد اللي عملها في حليم كان وهو في عز مرضه كان بيلوهم تصوروني عشان مش هنعرف نلاقي الصدق ده واحنا بنصور حليم احتمال ده نحتاجه في حليم الحاجة التانية انه اللي اتنين يوتما هو عبد الحليم حافظ وانه بيشوف مشاهد نهي يعني جناس عبد حليم حافظ الياء من اكبر جنازات تاريخية في تاريخ مصر وانه فيها كانت حالة انتحار ناس ترامت نفسها من البلكون وفي نفس الوقت وهو احمد زاكي هيعيش نفس الشعور هنعيشه معي بعدها يعني بشهور قليلة جدا فتخيالي انه عايش المسألة دي مع عبد حليم وهو عارف انه يعني ان دي شبه النهاي بتاعته فهو عاش اللحظات دي وهو عايش بالزبط جسدها ومثلها وعشان كده حتى في عزم هو تعبان لما كان بيفتكر عبد سلامي نابولسي يقولي بصوتها يا بصوت قالك ما انت بصوتها شكتر من كده من خطر ما هو كان اشتركوا في القناة